اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الاستقلاب او الايض هو العملية التي يستخدمها يستخدمها الجسم ليحصل او يصنع الطاقة من الطعام الذي نتناوله وقد يستخدم الجسم هذا الوقود حالا او يخزن الطاقة في انسية الجسم كالكبد والعضلات ودهن الجسم يحدث التراب الاستقلابي عندما تحدث تفاعلات كيميائية غير طبيعية في الجسم تعرق الاستقلاب وعندها توجد زيادة في بعض المواد او نقص في بعضها الاخر الذي يحتاج اليها الجسم ليبقى بصحة جيدة يشرح هذا البرنامج الاضطرابات الاستقلابية ويتحدث عن الاستقلاب واعراض واسباب الاضطرابات الاستقلابية كما يتناول تشخيص وعلاج الاضطرابات الاستقلابية الاستقلاب يتكون الطعام من البروتينات والكاربوهايدرات والدهون تقوم مواد كيميائية في جهاز الهضم تدعى بالانزيمات بتحليل الطعام الى مكوناته الاساسية التي تستخدم للحصول على الطاقة وتدعى هذه العملية بالاستقلاب يستخدم الجسم السكريات والدهون كوقود يمكن استعماله حالا او تخضينه في انسجة الجسم كالكبد والعضلات ودهن الجسم قد يتأثر الاستقلاب بتغير توازن الهرمونات او الانزيمات في الجسم قد توجد زيادة او نقص في بعض المواد التي يحتاج اليها الجسم ليبقى بصحة جيدة وعندها لا تجري العمليات الكيميائية بصورة طبيعية تنقسم الاضطرابات الاستقلابية الى فئات مختلفة حسب المادة المتأثرة فقد يحدث الاضطراب الاستقلابي اذا تراكمت مادة ماء بكميات ضارة لانه لا يمكن تحطيمها او اذا كانت احدى المواد ناقصة او مفقودة الاعراض والاسباب يوجد العديد من الاسباب للاضطرابات الاستقلابية وتعتمد اعراض الاضطرابات الاستقلابية على السبب يحدث الاضطراب الاستقلابي عندما تصاب بعض الاعضاء كالكبد او البنكرياس بما يلي المرض عدم العمل بصورة طبيعية بالتلف قد تحدث مشاكل الاعضاء بسبب حالات طبية معينة مثل العدوى الالتهاب الامراض تالتهاب الكبد او الداء السكري او تشمع الكبد ارتفاع ضغط الدم قد تحدث مشاكل الاعضاء ايضا بسبب خيارات نمط الحياة مثل زيادة الوزن او البدانة معاقرة الكحول او العقاقير تناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون عندما يحدث الاضطراب الاستقلابي بسبب مشاكل الاعضاء فقد تتضمن الاعراض تغيّم الرؤية التخليط او الهياج او العدوانية الحمى فقد الشهية ونقص الوزن الغثيان عدم شفاء الجروح جيدا التعب والضعف قد تتضمن الاعراض الاكثر شدة لمشاكل الاعضاء الم البطن او انتفاخه او تطبوله تكرر الاصابة بالعدوى اليرقان فقد العضلات القيء او الاسهال قد تؤدي الاضطرابات الاستقلابية الى سوء التغذية ويحدث سوء التغذية عندما لا يحصل الجسم على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية فحتى نقص واحد من الفيتامينات قد يسبب سوء التغذية قد لا يشكو المصاب بسوء التغذية من اية اعراض الا ان سوء التغذية قد يكون شديدا احيانا بحيث يسبب ضررا دائما للجسم تتضمن اعراض سوء التغذية الدوخة او الاغماء الجلد الجاف او المتقشر الوهن تساقط الشعر عدم شفاء الجروح جيدا نقص الوزن بعض الاضطرابات الاستقلابية موروثة مما يعني انها تحدث بسبب جينات معيبة وتنتقل عبر افراد العائلة ومن الامراض الاستقلابية الموروثة عوز الفا وان انتتريبسن التليو في الكيسي وجود الجالاكتوز في الدم داء خزن الجلايكوجين داء ترسب الاصبغة الدموية داء ويلسون برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية التشخيص يجري مقدم الرعاية الصحية للمريض فحصا جسديا ويسأله عن السوابق الطبية الشخصية والعائلية تساعد الفحوص الدموية مقدم الرعاية الصحية على تشخيص اضطرابات استقلابية معينة لتشخيص حالات معينة تصيب اعضاء مختلفة من الجسم قد يقوم مقدم الرعاية الصحية باجراء فحوص دموية فحوص تصويرية خزعة تشخص بعض الاضطرابات الاستقلابية الموروثة بفحوص التحري الروتينية بينما لا يعرف بعضها الاخر الا بعد ظهور اعراض الاضطراب عند الطفل او البالغ في بعض الحالات قد يشخص الاطفال خطأ على انهم مصابون بالشال الدماغي او التوحد او حالات اخرى تتشابه اعراضها مع اضطرابات الاستقلابية موروثة وقد تكون هذه الاعراض بشكل حركات غير طبيعية رأس او دماغ صغير بشكل غير طبيعي تشوهات ولادية تأخر التطور مشاكل النمو نوبات الاختلاج العلاج تتنوع توصيات المعالجة بشكل كبير بسبب وجود طيف واسع من الاضطرابات الاستقلابية وقد تتضمن المعالج دوابط للنظام الغذائي فيتامينات ادوية جراحة قد ينصح مقدم الرعاية الصحية بالامتناع عن تناول اطعمة معينة اذا كانت تزيد اعراض الاضطراب الاستقلابي سوءا واذا كان الاضطراب الاستقلابي ناتجا عن نقص مادة معينة فانها تعوض بالفيتامينات او الادوية يعتمد علاج الاضطراب الاستقلابي الموروث على نوع وشدة الاضطراب مدى تأثير الاضطراب في وظائف الجسم او الدماغ خيارات المشاركة في تجارب طبية تفاقم بعض الاضطرابات الاستقلابية الموروثة المعينة خطر حالات اخرى كمشاكل القلب والرؤية والسمع وينصح مقدم الرعاية الصحية باجراء فحوصات دورية للقلب او الرؤية او السمع اذا كان المصاب معرضا لخطر حدوث مثل هذه المشاكل لا يوجد علاج حاليا لبعض الاضطرابات الاستقلابية الموروثة مثل داء تايزاكس تتضمن المعالجة في مثل هذه الحالات الرعاية الداعمة للاطفال وعائلاتهم اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة الاستقلاب او الايض هو العملية التي يستخدمها الجسم ليحصل او يصنع الطاقة من الطعام الذي نتناوله ويستخدم الجسم هذا الوقود حالا او يخزن الطاقة في انسية الجسم كالكبد والعضلات ودهن الجسم ويحدث الاضطراب الاستقلابي عندما تحدث تفاعلات كيميائية غير طبيعية في الجسم تعرقل الاستقلاب تنقسم الاضطرابات الاستقلابية الى فئات مختلفة حسب المادة المتأثرة فقد يحدث الاضطراب الاستقلابي اذا تراكمت مادة ما بكميات ضارة لانه لا يمكن تحطيمها او اذا كانت احدى المواد ناقصة او مفقودة يوجد العديد من الاسباب للااضطرابات الاستقلابية وتعتمد اعراض الاضطرابات الاستقلابية على السبب وتكون بعض الاضطرابات الاستقلابية موهوثة مما يعني انها تحدث بسبب جينات معيبة وتنتقل عبر افراد العائلة تتنوع توصيات المعالجة بشكل كبير بسبب وجود طيف واسع من انواع الاضطرابات الاستقلابية وقد تتضمن المعالجة ضوابط للنظام الغذائي فيتامينات ادوية جراحة يعتمد علاج الاضطراب الاستقلابي على نوع وشدة الاضطراب مدى تأثير الاضطراب في وظائف الجسم او الدماغ خيارات المشاركة في تجارب طبية شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين